اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطع البترول وخطة التوسع في استخدام طاقة الغاز الطبيعي سواء للوحدات السكنية او الاستخدام الصناعي والانتاجي وكذلك لوسائل النقل وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة والتوسع في انشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية وتسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع انحاء الجمهورية وقد تم خلال الاجتماع استعراض ابرز محاور استراتيجية الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وذلك من خلال وضع خطة تتضمن اجراءات حالية وطويلة الامد بهدف تطوير منظومة توفير وتداول المنتجات البترولية اشتركوا في القناة